السلام عليكم متابعي دراما سبورت مباراة منتخبنا قدام منتخب غوام حتكون يوم الثانين أي بكرة تاريخ 7-6-2021 الساعة 5 المساء بتوقيت سوريا المباراة منقولة على قناة الكأس القطرية وكمان على قناة سوريا دراما فورا عم أعطي هالمعلومات لحتى ما حدا يسألني أو ما حدا يكتب بالتعليقات أسئلة ما لا علاقة بالتشكيل المتوقعة اللي رح نحكي عنا بمباراة غوام ولا حتى عن مضمون الفيديو بشكل كامل والشي المهم يا شباب بموضوع التشكيل المتوقعة قبل مباراة غوام أو قبل أي مباراة المزاج العام يعني انتوا شايفين أنا مبسوط جدا لأن شفت أداء شفت منتخب عم بيلعب بروح شفت منتخب عم بيلعب بإصرار والمزاج العام للجمهور السوري ارتفع لازم لعيبتنا ولازم إدارة المنتخب وحتى اتحاد كرة القدم يعرفوا بأن الجمهور السوري جمهور محب جمهور بيشوف إذا اللعبة حلوة بيفرح بغض النظر عن إضاعة الفرص بغض النظر عن أي شيء آخر إذا شاف مباراة حلوة ما بيسأل عن أي شيء تاني هو حابب يستمتع بكرة القدم ويشوف منتخب بلده عم بيقدم شيء جميل يعني عم بيقدم إضافة حلوة اللي تابع مباراة سوريا وغوام أول مباراة اللي فزنا فيها بنتيجة 4-0 فأكيد شاف الأداء السيء شاف الاعتماد الكل فقط على عمر السومة اللي سجل هاترك وكمان نحن سجلنا هدفين بالشوط الأول وتأخرنا للدقيقة 83 تسجلنا الهدف الثالث وللدقيقة 96 محمود المواس سجل الهدف الرابع للمنتخب على كل حال يا شباب بيغضوا النظر عن المباراة السابقة وعن مباراة المالديف صفحة وطويناها وما رح نحكي عن مباراة الصين لأن مباراة غوام أهم من الصين أنت لازم تخلص من غوام بكل السلبيات والإيجابيات لحتى تحكي عن منتخب الصين وعن مباراة الصين فيه ناس بتقول خلونا بمباراة الصين حنشوف مباراة الصين وبعدها بنحكي لأ نمشي مباراة 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 قدام المالديف لعبنا فيها قدمنا فيها سجلنا فيها تصدرنا تأهلنا أخذنا كل الأهداف بنفكر بمباراة غوام بعد مباراة غوام منصير بنفكر بمباراة الصين ومنحكي وانتقاد واللي بدك اياه بس نروح السلم درجة درجة مباراة غوام اهم من مباراة الصين يلا عالتشكيل المتوقع حاليا يا غالي انت عم بتتابع قناة دراما سبورت اذا ما عم تجيك الاشعارات من القناة فصار لازم تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس اللايك مو مهم ابدا بس اذا حطيتو اكيد ما رح نزال مش هنكون صريح معكم يا شباب صعب جدا توقع طريقة لعب الكابتن نبيل معلول مع المنتخب هل يا ترى رح يلعب بطريقة الـ 3-4-2-1 اللي لعب فيها قدام المالديف او رح يلعب بطريقة كلاسيكية 4-4-2 او حتى 4-3-3 اول اعتماد على طريقة الـ 3-5-2 الطرق اللي اعتماده لكله على 3 مدافعين مع اظهرة بتلعب كأظهرة واجنحة واعتماد كله على خط الوسط وهون الكابتن نبيل معلول بين خيارين الخيار الاول يلعب بالطريقة اللي لعب فيها مع المالديف مع تغيير بالتشكيلة لان اكيد ما رح يلعب الكابتن نبيل معلول بنفس التشكيلة اللي يلعبها قدام المالديف الموضوع بيحتاج لإراحة بعض اللاعبين كون لعبوا قبل 3 ايام فصعب جدا يلعبوا نفس اللاعبين بنفس التشكيلة ممكن مع بعض الخيارات المحدودة يعني ممكن لعب أو لعبين من تشكيل تلمالدي في لعب بالتشكيل الأساسية بمباراة غوام وبذلك بغض النظر عن مين رح يشارك بتشكيلة الكابتن نبي المعلول فهون السؤال المهم هل يا ترى رح يحفظ لعيبة المنتخب طريقة الـ 3-4-2-1 يعني هل يا ترى رح يشتغل على هذا الموضوع لحتى يوصل لمباراة الصين وكل لعيبة المنتخب سواء الأساسي أو الاحتياط البدلاء اعتادوا على منظومة الـ 3-4-2-1 أو رح يغير ويتبع سلوب المرونة التكتيكية حسب المنافس وحسب التشكيلة لأن أحيانا في لعيبة ممكن تعطيك بهذه الطريقة وفي لعيبة ممكن ما تعطيك بنفس الطريقة بشكل عام يا شباب أنا بالتشكيل المتوقعة رح أختار 4-3-3 لكن الكابتن نبيل المعلول ممكن يغير فيها يساويها 3-4-2-3-1 أو 3-5-2 أو 4-4-2 فما في إشكال على الطريقة اللي رح يلعب فيها الكابتن نبيل المعلول رح نشوف الأسامي بقدر رح نشوف كيف ممكن هالأسماء رح تعطي بمباراة غوام أو لا بحراس المرمى كون إبراهيم عالمة عنده تراكم بطاقات فبتوقع يلعب أحمد مدنية أحمد مدنية شفناه بالدور السوري مع نادي تشرين بصراحة قدم مستوى ممتاز جدا له عامين مع نادي تشرين من الحراس المميزين بالدور السوري ممكن بكأس الاتحاد الآسيوي بمباراة الفيصلي يعني عنده عدة أخطاء أو بمباراة الكويت الكويتي لكن بشكل عام أحمد مدنية من الحراس المتألقين واللي ساهموا مع نادي تشرين بالفوز بالدور السوري عامين على التوالي فما في أي إشكال سواء أحمد مدنية أو طاها موسى أو أي حارس كان نحن بشكل عام بموضوع حراس المرمى دائما يعني أنا بشوف أنه نحن متفائلين أو محظوظين بحراس مرمى جيدين أحمد مدنية طاها موسى سواء ما تم استدعاء عبداللطيف النعسان خالد إبراهيم حارس نادي الجيش عبداللطيف النعسان حارس الكرامة يعني كل هالحراس بصراحة يعني جيدين وفيهن يوقفوا قدام الصين وقدام أي منتخب آخر إذا كانت فيه جرأة وإذا كان فيه سقة وإذا كان فيه دفاع أمامهم دفاع جيد منروح يا شباب لخط الدفاع هون بخط الدفاع فيه إشكالية عمر ميداني ما رح يلعب فرح تكون الخيارات هل يا ترى الكابتن نبيل معلول رح يلعب بطريقة 3-4-2-1 يلعب قدام المالديف فبالتالي ما فيه غير ثلاث دفاعي ممكن يقدم هذا الشي يوسف محمد فارس إرناقوت وثائر كروما لكن كوني اخترت تشكيلة 4-3-3 فأنا رح أختار مدافعين يعني ما رح أختار 3 مدافعين لأن بيلزمنا كمان لاعب مدافع آخر يستريح أو يعمل إراحة أو ممكن يكون بديل لأن ما بتعرف شو ممكن تصير بأحداث المباراة ممكن تحتاج للعب إضافي إضافي أنت عمر ميداني ما رح يلعب وعبد الرزاق محمد مصاب وأحمد الصالح مصاب وعبد الله الشامي مصاب فلاعب بديل بالإحتياط كمدافع أكيد بيلزمه ضروري لهالسبب أنا حاسس أنه ممكن تتغير طريقة الكابتن نبيل معلول من 3-4-2-1 إلى طريقة 4-4-2 أو 4-3-3 أي طريقة مكونة من رباعي دفاعي مع الأظهرة فهذا الشي بيعني بإني أنا بفكر أنه رح يكون الاعتماد أكتر على موضوع إشراك يوسف محمد وثائر كروما ثائر كروما على الأداء والمستوى وكمان على موضوع مهم جدا يكون فيه لاعب من دون أخطاء ولاعب مسيطر على خط الدفاع وكمان يوسف محمد لكون محتاجين كمان لإراحة فارس إرناقوت أو ممكن إذا لعب فارس إرناقوت فما في أي أشكال لكن أنا كتوقع شخصي حاسس أنه حتكون ثائر كروما ويوسف محمد بموضوع الأظهرة قولا واحدا مؤيد العجانب يحتاج للإراحة وحسين جويت كمان ما لازم نغامر فيه بهاي المباراة فبالتالي يوسف الحموي وخالد كردغلي مهمين جدا يوسف الحموي لاعب شاب خالد كردغلي لاعب شاب خالد كردغلي مع تشرين قدم مستوى ممتاز بالدوري قدم مستوى ممتاز بكأس الاتحاد الآسيوي فما في أي مشاكل ممكن تصير بموضوع الأظهرة بشكل عام يوسف الحموي مع نادي الجيش كمان قدم مستوى ممتاز لاعب جيد ممكن بموضوع العرضيات لا يقارن بحسين جويت خبرة حسين جويت بالدوري العراقي لكن يوسف الحموي وخالد كردغلي يمكن الاعتماد عليهم بمباراة غوام فبالتالي يا شباب حنشوف بتشكيلة المنتخب الدفاعية وبحراسة المرمى في تغيير شامل يعني ممكن نشوف ثائر كرومة اللاعب الوحيد من مباراة المالديف بخط الوسط بالمباراة السابقة شفنا أياز عثمان ومحمد عنز أياز عثمان بمهام هجومية محمد عنز بمهام دفاعية لكن بظن أنه رح تتم إراحة أياز عثمان ومحمد عنز أياز لعب مباراة كاملة قدام المالديف وكمان محمد عنز لعب تقريباً 60 دقيقة فلازم يستريحوا بمباراة غوام ممكن يلعبوا بالشوت الثاني في حال صار ما صار لكن بشكل عام بالتشكيلة الأساسية بظن أنه رح يكون في تغييرات شاملة بتشكيلة منتخبنا قدام غوام بتشكيلة الأربعة ثلاثة ثلاثة ممكن يلعب أحمد الأشقر مع سيمون أمين أحمد أشقر بأدوار شوي دفاعية وسيمون أمين بأدوار هجومية وبطبيعة الحال مع سيمون أمين ممكن نشوف أسامة أومري أسامة أومري كمان ما شارك بأي دقيقة بمباراة المالديف بظن أنه لازم يشارك بمباراة غوام مباراة تحضيرية مباراة سهلة نوعاً ما ولعب مهم جداً مثل أسامة أومري لازم يتواجد بالتشكيلة فإذا كان مع سيمون أمين أدوار أسامة أومري رح تكون أكتر حرية يعني سيمون أمين ملزم للعودة للخلف لمساعدة أحمد الأشقر بشكل كبير بينما أسامة أومري رح تكون مهامه هجومية نوعاً ما إذن يا شباب ممكن نشوف بثلاثة خط الوسط سواء أحمد الأشقر بأدوار دفاعية سيمون أمين أقرب للأدوار الهجومية مع مساعدة أحمد الأشقر وأسامة أومري فبالتالي عم نشوف تلات لعيبة ممكن اللي ما تواجدوا بشكل نهائي بالمباراة الأولى قدام المالديف ممكن يتواجدوا بمباراة غوام على الأجنحة كمان حنشوف تبديلات يعني أنا شايف أنه مباراة غوام رح تبدأ بتشكيلة ما لعبة قدام المالديف والسبب حكيناه وشرحناه بشكل مفصل ورد السلامة على جناح اليسار لكن جناح اليمين هي المفاجأة أنا بتوقع أن محمود المواس يلعب بشكل أساسي لأن محمود المواس مسجل إلى الآن خمس أهداف ممكن كمان يعني يسجل على غوام هاتريك آخر وينافس على لقب الهداف فليش لا؟ منكون بعمر الصومة ومحمود المواس أنا بحب أنه كل لعبة المنتخب ينافسوا على لقب الهداف ويتواجدوا وهذا الشي بيعطي روح لللاعب بيعطي إصرار لللاعب بيعطي أهداف أخرى لللاعب غير هدف أنك تتأهل لك أساسي وللتجمع النهاي أنك دائما تكون ضمن المنافسة دائما تكون شغوف فلهذا السبب بشوف من ورد السلامة رح يشارك بشكل أساسي بصفة أساسية كونه كمان ما شارك بمباراة المالديف واللاعب جاهز بدنيا ومحمود المواس لاعتبارات أخرى تتعلق بتسجيل الأهداف وتواجده بالفورما لكن إذا ما لعب محمود المواس فهذا الأمر كمان منطقي وإشراك محمد ريحانية كمان رح يكون أمر محبز لدى داني وأكيد لدى جمهور الأهل الحلبي محمد ريحانية لاعب موهوب وأكيد إذا أخذ الفرصة فرح نكون مبسوطين بهذا الشيء بالمقدمة يا شباب أنا بحس أنه كل الظروف متكافئة لأن مارديك لعب شوت واحد فقط علاء الدالي لعب شوت واحد فقط ومحمود البحر ما لعب أي دقيقة فبالتالي ممكن يلعب محمود البحر شوت كمان بمباراة غوام سواء بالشوت الثاني أو بالشوت الأول ممكن يشارك بصفة أساسية من بداية المباراة وممكن يفود بالشوت الثاني مع الاعتماد على علاء الدالي كون مباراة المالديف ما أخذ الفرصة الكاملة يعني لعب فقط شوت واحد بشكل عام أنا بتوقع دخول محمود البحر من بداية المباراة وبالتالي يا شباب هاي هي التشكيلة المتوقعة اللي ممكن يلعب فيها الكابتن نبي المعلول ما رح أحكي عن التشكيلة اللي بتمنها لأن بصراحة مباراة غوام لازم يكون فيه اعتماد على اللاعب البودلاء اللي ما شاركوا بمباراة المالديف وكمان إراحة اللاعب الأساسيين مثل آياز مثل إحسين جويد مثل مؤيد العجان عمر ميداني مرتاح نوعا ما يعني فارس إرناقوت ويوسف محمد بنفس المستوى وبنفس التعب اللي لعبوه ثائره كرومة اللاعب الوحيد اللي ممكن ما يرتاح بشكل كبير أو ممكن الكابتن نبي المعلول يلعب بفارس إرناقوت ويوسف محمد مع بعض يعني كل الخيارات متاحة قدام غوام منروح للمحور الأخير المحور الذي لا يتعلق بالتشكيلة يتعلق أكتر بالتكتيك أو يتعلق بموضوع أنانية اللاعبين يعني شفت بعادد كبير من التعليقات بيحكوا فيه عن مباراة المالديف بين لعيبة منتخب سوريا كان عنده النزعة فيها نوع من الأنانية بصراحة أنا ماني شايف هذا الشي على العكس تماما موضوع المنتخب السوري بمباراة المالديف كان فيه نوع من العشوائية بموضوع التواجد بمنطقة الصندوق يعني كنت أحيانا بتشوف أياز عثمان مع محمود المواس مع علاء الدالي مع محمد حلاء رباعي عم بيلعبوا بمنطقة ما بتكفي الكل فما كنت عم بتشوف لعيبة لعب عم بيفتح مساحة واللاعب التاني عم بيبععد لياخد التمريرة فكانوا كل اللاعبة مع بعض لهالسبب كنت عم بتشوف أحيانا عشوائية بالتزديد أو بالخيارات فهذا الشي بصراحة لأن مباراة المالديف سهلة ومباراة غوام سهلة لكن ما بتمنى يصير هذا الشي بمباراة غوام على الأقل موضوع القرب الشديد بين اللاعبة لازم لاعب يفتح مساحة ولاعب تاني يتحرك أسرع وهون يا شباب فيه ناس ممكن تقول موضوع قرب اللاعبين من بعض أمر مهم جدا نعم مهم مهم جدا لكن بالحال الهجومية لما بتكون انت عم بتتهاجم ب6 إلى 7 لاعبين لازم يكون فيه تباعد نسبي بين اللاعبين لاعب بيفتح المساحة ولاعب تاني بيسجل أو لاعب بيروح للجناح ولاعب تاني بيفود بالصندوق أما منشوف بمباراة المالديف رباع 4 أو 5 لاعيبة مع بعض حتى إمكانية التمرير بتصير ضعيفة لهالسبب ما كانوا عم بيمرروا لأن جنبوا جنبوا يعني ممكن يكون أقرب من مدافع المالديف فهذا السبب اللي كنت شايفه بالحال الهجومية إذا أخذنا بعين الاعتبار تحرك الأظهرة للأمام الأظهرة راحوا للأمام منشوف مثلا دخول محمود المواس مع علاء الدالي أو محمود البحر للصندوق فما لازم نشوف كمان دخول ورد السلامة للصندوق لازم نشوف ورد السلامة وأسامة أومري شوي بعيدين إذا كانت الكرة مرتدة ممكن تسدد من بعيد أو ممكن يعني تمرر مرة أخرى لمحمود البحر أو لمحمود المواس أو ممكن تغير الجهة للأظهرة ليرجعوا يعملوا ترفيعة أو عرضية فهذا الموضوع الرسم التكتيكي لطريقة منتخبنا بالهجوم بمباراة المالديف كانت شوي عشوائية لما ما بيتقدم الأظهرة ممكن ورد السلامة أو محمود المواس يروحوا على الأجنحة وبتلاقي أسامة أومري بيفوتوا بموضوع الصندوق مع محمود البحر أما وجود 3 إلى 4 لاعبين بمنطقة الصندوق فأكيد رح يتسبب بخلل وعشوائية بالهجوم أنت لما بتحتاج لهدف بالثواني الأخيرة وانت متأخر ممكن تلاقي 3 إلى 4 لاعبين بمنطقة الصندوق بانتظارة عرضية لأن الفريق الثاني بيكون متكتل أما فريق المالديف كان عشوائي جدا كان الدفاع غير متمركز بشكل صحيح فبالتالي أنت لما بتشوف المنتخب عشوائي لازم تحاول إبعاد مدافعي المالديف فتح المساحات لحتى اللاعب يكون حر بالتمرير أو بالتزديد على كل حاله بظن الكابت النبي المعلول أكيد ما كان عاجبه موضوع انهاء الفرص اللمسة الأخيرة وأكيد لازم يلاقيه لحل والحل مثل ما حكينا بموضوع أنه كل لاعب يشتغل وكأن المباراة قدام الصين قدام منتخب اليابان كل لاعب يحفظ مهامه كل لاعب يشتغل بطريقة احترافية لأن حتى منتخب اليابان أو منتخب إيران إذا واجه غوام أو واجه أي منتخب آخر بيلعب بالطريقة الاعتيادية بالطريقة الهجومية اللي بيلعب فيها إذا استسهلت الخصم ولعبت بثلاث إلى أربع لاعبين بمنطقة الصندوق فهذه عشوائية بتصير يعني لا أنت حتسجل ولا الخصم فيه يأدي أي شيء يعني هو بانتظار أنه أنت تسجل عمر معه فكيف هتسجل الاعتماد عليك وليس على ضعف الخصم يعني يا شباب ما في داعي نبه الكادر الفني إذا كانوا متابعين لمباراة سوريا وغوام فأكيد بيعرفوا الحارس طبوش فهذا الحارس بصراحة يعني أي تزديدة من بعيد هدف أي تزديدة من بعيد هدف فالأمور بيد لعيبة منتخبنا وأنا متفائل خير ما بدي أتوقع عن النتيجة لكن دائما أنا متوقع للمنتخب أربعة خمسة صفر سواء قدام المالديف قدام غوامه قدام كل هالمنتخبات السهلة اللي صار لنا سنة ونص عم نحكي عنها سهلة وكانوا فيه ناس عم بيحكوا أن مجموعة صعبة ونحن حققنا إنجاز بالتأهل لك أساسيا والتجمع النهاء على كل حال بهالمباراة نحن بانتظار الأداء قبل النتيجة الأداء مهم جدا تنفيذ خطط المدرب تنفيذ طريقة المدرب أي إن كانت طريقة يعني إذا اعتمد على أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة واحد أي طريقة كانت نحن ما بهمنا نحن نشوف لعيبة بالفعل عم تلعب وعم بتطبق خطط المدرب بشكل جيد لحتى وقته المزاج العام مثل ما حكينا يكون جيد ونكون مبسوطين ونكون متفائلين لمباراة الصين الصين ما له المنتخب القوي يعني لا تفكروا بمباراة الصين قبل مباراة غوام منخلص مباراة غوام ومنحكي عن منتخب الصين ونقاط الضعف الكتيرة والكبيرة بمنتخب الصين له السبب خلوكم دائما متفائلين بلعبت المنتخب وبالمنتخب وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة